اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع يأتي في اطار المتابعة المستمرة من السيد الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والانشطة الاقتصادية من الطيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع الطيار الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد اخذا في الاعتبار ما تم انجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة ضعفت اجمالي القدرات الانتاجية من حوالي 30 جيجا وات الى ما يقارب 60 جيجا وات بما اتح توفير الطيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الاعوام الماضية في جميع انحاء الجمهورية سواء لتلبية احتياجات المواطنين او لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن وخلال الاجتماع تابع السيد الرئيس جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الازمة او لمنع تكرارها مستقبلا حيث تم توضيح انهم منذ اللحظة الاولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق بما يستلزم كميات اكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الانتاجية للمحطات في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف على نحو فاقم المشكلة وادى الى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الاحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الاضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك اخذ في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الاجنبية واسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تصدي لأية مشكلات او ازمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين الاول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا ووجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الاوضاع الحالية وتخفيف الاعباء عن المواطنين في اسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري اشتركوا في القناة